السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله قد يقول قائل انا اخرج الضريبة انا كان اخرج الضريبة على الاموال ديالي وعندي تجارة وعندي فلاحة وكان ادى الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكاة الجواب لقال العلماء هو ان هناك فرق كبير ما بين الزكاة وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي هو حق الدولة اما النظام الزكاة هو حق الله فالدولة لكي تقوم اركانها لابد لها من مداخل لانها عندها الجيش تحفظ به الامن العام للبلد وعندها الامن الوطني تحفظ به الامن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لابد ان تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الاوقاف الشؤون الاسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من اين تقدم لهم الاجور والاتعاب والتعويضات من مال الضرائب فالنظام الضاربي هو خاص بالدولة حق الدولة اما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهم ضعفاء ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضاربة الضاربة ربما يأتي اليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لانه كدر وسائل الاختفاء عنه في حين ان الزكاة انت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل نبديها ام نخفيها العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا؟ قالوا لان حتى لا يقع الرياء رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شمالهما انفقت يمينه نديروها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديروها علانية لان الفرائد ينبغي فيها الاعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجوا للصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة منهم فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع الناس يبسل جلباب الابيض يخرجوا للجمعة الفرائد فالاضهار الجهاد كذلك يا خيل الله هلومي الاضهار في الحج وادن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامر ينقلم لبس لبس للاحرام الابيض ورفو صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك الاضهار فقال العلماء الفرائد لابد ان يكون فيها الاضهار ومنها الزكا يكون فيها الاضهار ايضا باش الناس يعرفوا بان نرى هذه الفاردة ينبغي ان تخرج واللي مكان شعرف او غافل احتويك تنافس واحتويك تحفز على اخراجها لكن شريطة ان يكون الاخلاص لا يكون الرياء هذه الزكاة تبطل بواحد المسألة حطيرة ننبه اليها هي بالمن والاذى كما قال الله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اللي يعطيها وكي من على الاخرين او يعطيهم ويؤذيهم وكيقولهم كلام جارح ويمس كرامتهم لابد ان نحافظ على كرامة الاخد الفقير نحافظ على كرامته نعطوها لهم قل يا درمشي ديالي هذا ديالك انا غم سخر ربي سبحانه وتعالى وولدي فرض علينا هذا الامر فإذا كان الانسان ربما يخاف على نفسه هذا الامر ديالرياء ممكن ان يزند توزيعها الى غيره كان الناس في العادة الاسلام الاول كان ينظم صندوق البيت المال فكان الناس يعطون باموالهم الى صندوق البيت المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف صحابه بش يوزعها على الفقراء والمساكين في زمانين غادة لطالما كان هناك مطالب على صعيد البرلمان وغيرها ان تكون هناك صندوق زكاة لكن يبدو ان الامر ترك للتوافق ديالناس فيما بينهم فالمغاربة كانوا يسندونها الى ائمة المساجد غالبا الانسان التاجر كيمشي الامام ديالجامع او الفقه ديالجامع او الخاطب ديالجامع اذا لمس فيه الصدق ولمس فيه الامانة يقول ليه هذا مال الله جئته به الى بيت الله يعطيه لمن يستحقه وكانوا الناس يخصدوا الفقه ديالجامع وكي هو كيشوف عينه ميزانه الحومة اللي كيسكن فيها عارف الناس الفقراء والمساكين وكي يعطيها لهم بكل اريحية وهو يخاف يخاف من الله لان هناك الرقابة الالهية ممكن ان تعطى لبعض الجمعيات الاحسانية هناك جمعيات احسانية عندها ضوابيط وعندها شروط معروفة كتقوم باعمال الخدمات ممكن اما كتحفر الابار اما كتبني المدارس اما كتعاون النساء المعنفات اما كتعطي الأيتام الفقراء اما الاطفال المتخلة عنهم اما المرضى اللي عندهم امراض خطيرة مزمنة كي يجمعيات كثيرة في كل مكان نتحرى اللي فيها الصدق فيها الامانة وهكذا تعطى لهم هذه الزكاة ايها الاحباب الكرام فيها واحد الفضل عظيم جدا ان الانسان يشعر بالسعادة لان اكتشف علماء النفس والتربية وعلماء الاجتماع بان السعادة السريعة من اراد ان يحصل عليها لا تحصل بالاخذ وانما السعادة تحصل بالعطاء لما تعطي تشعر بالسعادة كتشعر بواحد النوم عميق ومرتاح لما تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين هذه الزكاة ايضا قد خلقوا واحد النوع من التكافر الاجتماعي الناس في المجتمع كيعدوا متحابين كيعدوا الفقاراء كيدعيوا للاغنياء بالمزيد من النجاح والفلاح والعطاء بخلاف ربما الافكار الاخرى مثل الفكر الشيوعي مثلا معروف انه يكره الاغنياء الفكر الشيوعي ثوي ويميلوا الى الدماء لو الاحمر وكيقول بان الاغنياء هم سبب تفقير الفقراء هم الذين اكلوا تروة البلاد هم الذين عندهم الليبرالية المتوحشة ويدعون عليهم بالسوء ويتمنون كسادهم لكن في الاسلام العكس في الاسلام كيقول لنا بان الاغنياء ربي جعلهم كذلك هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هو اللي يطاموا لنا عز وجل وربي شرفت الاغنية ملكي والسوء للفقراء فالفقراء كلما زاد الغني غينا راككه والربح لانه غدي اعطيه من مالي الزكا وربي غدي باركليه فيدعو له بالرحمة والمغفرة والتواب ويوم القيامة غدي القول الاجر والتواب اعظم واكرم حينما يدخل العبد المؤمن على عتبات باب الجنة فيجد جبال كبيرة كمكة وثهامة من الحسنات فيقول هذه لك يقول يا ربي انا كثير يقول اعطيت مالا قليلا فنميته لك وربيته لك فصار على هذا القدر العظيم الجليل هذه فرصة ايه الاحب الكرام اننا نخرج زكاة اموالنا نبحث عن الفقراء نبحث عن المساكين ليبارك لنا الله تعالى وقد وعدنا بان ما نقص مال من زكاة المال لما تعطي هو لا ينقص اثنان لا ينقصا اذا اعطيتها منهما الاول العلم العلم كل ما اعطيت منه زاد والصدقات والزكاوات كل ما اعطيت منها زادت وربنا يبارك في الجميع اسأل الله تعالى ان يتقبل من الجميع وان يغنينا من فضله وان يديم علينا سنة التراحم والتكافل والتضامن ونسأل الله تعالى ان يمطرنا امطر الخير اللهم اسكى عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا انطلبوا الله تعالى الامطار لأن الامطار تتكون موقوفة بسبب ان الناس يقفون التراحم فيما بينهم وحينما يكون التراحم بين الناس وحينما يعطي الناس زكاة اموالهم وحينما يوسع الغني مننا عن الفقير فان الله تعالى يباهي من الملائكة السماء وبالتالي يعطينا الامطار في ابانها وفي المكان المناسب لها وبالكمية المطلوبة وان شاء الله تعالى ربنا الكريم اللطف بعباده يكرمنا ويكرم جميع المسلمين والمسلمات اللهم امين اللهم امين اللهم امين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله